اليوم فما مشكل ربما بينكم الجامعة العامة للتعليم الأساسي والوزير محمد علي البغديري في شخصه انه كان ولدكم في الاتحاد وان بعد خلاجوا الوزير يقلقكم هذا فيه مشكل أمري ليه ما فيه حتى مشكل شوف احنا الاخ محمد علي البغديري حتى في عبارة انا قلت الاخ محمد علي البغديري بعطي برو امين عام مساعد سابقا السيد وزير الطريبية يعني ما نكنه لهو كان الاحترام والتقدير وبما انه كان امين عام مساعد ونقابي راهوا ما نتمنوا له كان النجاح ونحبوه ينجح في مهمته ولكن بالنسبة لنا راهوا ما هوش الاشخاص اللي تعنينا راهوا التعامل مع الملفات التعامل مع المطالب هذا اللي همنا احنا بالعكس ما فمش مشكل بتالي ما ثم حتى مشكل وشوه الدعية ان يكون مشكل كيف كان يعني اقبل لاخي ما كانش عبيد البريكي وزير ملا قلنا عبيد موكان وزير الوظيفة عمومية نفس الشيء بوقتها يشرف يعني ما عدناش اشكال مع الاسماء عدن المشكل مع كيفية التعامل مع مطالب الخطاع ومع ملفات الخطاع في الختام الناس اللي تسمع فيك الاولياء اللي ما زالوا ما يعرفوش ولكن من جهة اخرى فاما مدرسين ومديري ان نتذكر حتى كيف حكينا هنا في البلاتو تصلوا بنا مديري مديرس كيما في جندوب قولك نحن رجعنا رو الا الاعداد ما ملتزمنيش مثلا وعرضنا منظوريكم هيدا من الملتزموش بالقرار متاعكم شنو موقفكم منه شوف احنا في حركة جماهيرية اللي يضم تقريبا اللي مناجحوش معناها القرار حاجب حاجب اي 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 في حركة جماهيرية اللي يضم تقريبا 74 الف مدرس نعم راهو ما نحبوش نسبة تسعة وتسين فاصل تسعة وتسين راه يذكرنا بالنهضة يذكرنا بالتجمع احنا نحبو اه يا سيدي تبداش خمسين في المياه خمسين في المياه تعرفش معناها رو معناها عندك اكثر من ربعين ولا خمسة والدين الف مدرس رهم محتاجين هل انك تبحث على الحلول ولا تبحث على انك مو غلطة رعي العموات ثم من ناحية اخرى انا نشكك جدا في العدد ثم سحيحرة من ناس رجعوا هذي حقيقة ولكن مش كيف ميروجو ان الاغلبية ولا كذا كان جيت الاغلبية راي مشي ثم قضايا في المحاكم وراي مشي من مشاكل يعني وكل يوم ضغط التعاول ياه لغا ذلك ثم مجموعة رجعتي ولكن احنا هذيكم زادة تتحسب ليه غلب ومصلحة تلميذة رغم انه هو عنده مطال ويقول لك والله تلميذة مي سالش انا مستحقم مع ذلك رسالتي انبل من هذا وابع اه اه حاجة تحسب لهم اه شوف اه قد تحسب لهم وقد تحسب ضدهم لان زادة من لا يدافع عن كرامته ومن لا يدافع عن وضعه المادي من انه يريد ان يأكل من فضلات الغير لانا ثم شكون والتاريخ علمنا رأي مش جديدة زاد هذا رأيوا من العهد السابق ثم ناس تتعاملوا بالانتهازية مع النقابات ما تذربش ولكن تنتفعه بالمكاسب الجبال النقابات اذا هالناس هذا وعدادهم كبير ونعرفوهم روقت اللي كان المدرس يقارب في ثلاثين ساعة وكون الناظر من اجل يعني تخفيز ساعات العمل ثم عدنا ناس تكسر في الاظرابات وتوت تمتع بيه تخفيز ساعة العمل ثم شكون اللي للأسف يحب انه يكون يد سفلة ما يزاهمش فيه انجاح التحرك لكن احنا شنقول نقول كيف ما حق الشغل مضمون كيف ما حق الاظراب مضمون ولكن نقوله للناس هذل راهوا من حقكم انكم تنزلوا الاعداد ولكن زادة راهوا حق القطاع عليكم وحق الناس اللي الضحي وحق الناس اللي اتطردت في نحكي تاريخيا وحق الناس اللي تسجلت من اجل تحسين الوضع انت على المدرسين ومن اجل رفع المضال المسالة على المدرسين راهوا اولى واحرى انك تلتزم بسلطة القرار وتنفذ دفاعا عن كرامتك دفاعا عن حقك في العيش الكريم دفاعا عن مكانتك الاعتبارية في المجتمع خير من انك اه ما نحبش اقول حاجة وخريك كيف مش خليت الوضع انا هذا بالا المفروض ام حق اا يكفلوا الدستور الاذراب وكيف كيف اا انتي تحب تعاون الاذراب انا ما نحبشوا حقا يحبشوا هانة او جلتك حق تشوه انا ما نحبشوا معنا يزيدوك ما يزيدونيش وابا غلا سويد انت تليم عليهم اليوم منظوريك كي انك قاسي شوية سيتوفيق ما تعودنكش هكذا هذا اكيد اما زادة كيف نقلت لك راه وحق الشغل مضمون وحق الاضراب مضمون. اما زادة. والوزارة تزيد تزيد للجميع. هي وش معناها؟ معناها والتي تتعملت بانتهازية. والتي تعملت بانتهازية مع تحركات القطاع. على كل احنا اه اللي نحبو ناكدوه. انا راه مش غايتنا اه اولادنا ونمسوا من حقهم في التقييم وحقهم اه. احنا الوسيلة الوحيدة اللي لقيناها. ورغم ذلك هكتشوف وزارة التربية يعني تسك سياسة الهروب الى الامام. وما هي جاية للتفاوض الجدي. ما هي جاية لحالة الواقع. ملقينا حتى خيار هذا. لو ان غدوة وزارة التربية تعيتنا للمفاوضات. وانا جد يعني مقترحات. اه. يعني اللي تلبي انتظارات زملائنا. طوي انت في سبب الحاجة. هذا قبل سوطاش. قبل يوم الغضب. اه. نرجو ذلك. نرجو ذلك قبل هذا. قبل خمساش علاش. واش نمكنوا زملائنا من انهم ينزلوا الاعداد ومن انهم يخدموا لمعادلات. هذا اذا كان لوزارة التربية الجادة في حل حالة الواقع. وفي انهاء السنة الدراسية. في ظروف عادية. عليها ان تعجل بجلسات التفاوض. وان تقدم مقترحات اللي نجموا تفعلوا معها ايجابة. اشتركوا في القناة.